موسيقى ضربات عنيفة على مدن وقرى ريف حمص وواشنطن تفرض عقوبات جديدة على نظام الاسد موسيقى القوات العراقية تعلن تحرير 70% من غرب الموصل وقتال من نوع مختلف في أحيائها القديمة موسيقى وكوريا الشمالية تهديد بضرب حاملة طائرات أمريكية والصين تدعو لضبط النفس موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السوري إذ عرضت مدن وقرى في ريف حمص الشمالي إلى أكثر من 38 ضربة جوية شنتها قوات الأسد وقال مراسلنا إن القصف خلف سبعة قتلى على الأقل وأكثر من 20 جريحا معظمهم من النساء والأطفال ودمارا كبيرا في منازل المدنيين وفي ريف إدلب توقفت مستشفى جراحي في بلدة كفرت خاريم عن الخدمة جراء ضربة روسية استهدفته ليلة الأثنين وقال مراسلنا إن الضربة تسببت على الأرجح بوقوع بحايا مدنيين وكانت الطائرات الروسية كثفت قصفها على مناطق عدة في ريف إدلب مستهدفة نحو خمس بلدات في ريف إدلب إلى ذلك فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من المسؤولين في نظام الأسد ردا على الهجوم الكيميائي على بلدة خانشيخون في ريف إدلب في وقت سابق من الشهر الحالي وأعلنت وزارة المالية الأمريكية تجميد كافة الأصول في الولايات المتحدة التي تعود لأكثر من 270 موظفا في مؤسسة تعرف باسم المركز السوري للبحث والدراسات العلمية إذن تعود أزمة رسانة الأسد الكيميائية إلى مربعها الأول وبعد هجوم على مدينة خانشيخون السورية استخدم فيه غاز الأعصاب إضافة إلى سلسلة من الهجمات بالغازات السامة جرت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل قوات الأسد على مناطق في ريف دمشق وإدلب وتولت ردود الأفعال الدولية حول الموضوع محملة روسيا مسؤولية ما جرى ومتهمة إياها بالتواطئ مع نظام الأسد للاحتفاظ بترسنته الكيميائية التقرير أتى لمشاهدين والتفاصيل تعود مسألة الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى واجهة الأحداث الدولية من جديد بعد الهجوم الذي شهدته مدينة خانشيخون والذي أودى بحياة 86 شخصا على الأقل شاء ذلك في ظل استمرار القتل والمجازر التي يرتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري ما أدى الانسداد أفق الحل السياسي وتصاعد الأصوات المطالبة بترحيل الأسد عن السلطة رئيس أبحاث الأسلحة الكيميائية السابق في سوريا العميد زهر الساكت أكد أن الأسد نجح في خداع مفاتيشي الأمم المتحدة الذين أرسلوا لتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا بمجيب اتفاق تم التفاوض عليه بين الولايات المتحدة وروسيا بعد مقتل مئات الأشخاص في هجوم غاز السارين في ضواحي العاصمة دمشق عام 2014 وجنب الاتفاق أنذاك سوريا من ضربات عسكرية كانت متوقعة في حين سرعت دارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإعلانها التخلصة بنسبة 100% من مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا وقال الساكت أن دمشق ترفت بامتلاكها 1300 طن فقط من الأسلحة الكيميائية لكنها في الواقع كانت كمية لا تقل عن 2000 طن على الأقل وحول عودة الحديث عن ترسانة الأسد الكيميائية تساءل وزير الخارجية الأمريكية تليرسون عن النوايا الفعلية لروسيا في سوريا معتبرا أن تقعس روسيا عن تنفيذ اتفاق يعود لعام 2013 لتأمين الأسلحة الكيميائية في سوريا وتدميرها أسهم في هجوم دام بغاز سام ضد المدنيين العزل وكانت وزارة الدفاع الأمريكية صعادت لهجتها تجاه الدور الروسي في سوريا وذلك عقب توجيه الضربة الصاروخية الأمريكية على قاعدة الشعيرات إن وجهت اتهامات غير مباشرة لموسكو بالتورط بالهجوم الكيميائي على خان شيخون بعد غيابا طويل ومن دون الإشارة إلى توقيت تسجيل الخطاب خرجت مؤسسة السحاب بكلمة مسجلة لزعيم تنظيم القاعدة إيمان الظواهري يوجه فيها سلسلة نصائح إلى مقاتلي المعارضة السورية المسلحة كلمة الظواهر تلك تأتي في وقت تدعي فيه هيئة تحرير الشام النصرة التي زعم قائدها أبو محمد الجولاني فكرت باضه عن القاعدة فما هي مدلولات كلمة الظواهر التفاصيل مشاهدين في التقرير التالي استراتيجية الجهاد في الشام يجب أن تركز سلسلة نصائح توجه بها زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري إلى مقاتلي المعارضة المسلحة في سوريا داعيا إياهم إلى شن حرب عصابات على نظام الأسد وحلفائه ومحذرا من حرب طويلة يدعمها الغرب لإيقاف المد الإسلامي على حد تعبيره هذا أبرز ما جاء في نصائح زعيم تنظيم القاعدة لكن ما لم يدركه الظواهر هو حجم الورطة التي وضع فيها الفصائل المتشددة ولسيما المنضوية تحت جناح القاعدة وتدعي عكس ذلك فالظواهر بكلمته تلك فضح أجندة أبي محمد الجولاني الذي حاول الإحاء بأن مجموعته فكت ارتباطها بالقاعدة وتعمل وفقا للأجندة السورية البحثة فكلام الظواهر وترويجه لاستراتيجية الجهاد وإهماله العناصر السورية الأساسية هي دليل إما على انفصال الظواهر التام عن الواقع والحقائق والتطورات الحاصلة أو أنها خطة محكمة لتقويض والإجهاز على مشروع الجولاني بفضح حقيقة نوايا وما يخطط له الأخير وأكثر فإن صورة الجولاني التي استخدمت في إصدار السحاب وكلمة الظواهر نفسها أزالت أي شكوك كانت لا تزال في أذهان البعض فالجولاني لم يكن صادقا في أجندته ولا بإعلان فك ارتباطه بالقاعدة وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت بالظواهر إلى توجيه هذه الرسالة والتي قد تكون وراءها الخسارات المتتالية التي تتكبدها القاعدة في سوريا والحاجة إلى شحذ معنويات من تبقى منهم على الأرض يمكن القول إن كلمة الظواهر أثبتت أن كل من ينضوي تحت جناح القاعدة في سوريا أو غيرها من المشموعات المتشددة عاجزون عن تقديم أي شيء للشعب السوري الظواهر أثبت أن هؤلاء يهدفون فقط إلى الوصول إلى السلطة عبر الغش والخداء كما فعل الجولاني ولم ولن يجلبوا لسوريا والشعب السوري سوى المزيد من الدمار وإذا ما كان لدى أحدهم أي شك فليستمع جيدا إلى ما قاله الظواهر مع بدايات الثورة السورية خرج كثير من الشباب للإسهام بنقل مأساة السوريين إلى العالم متحدين الملاحقات الأمنية والضعف الإمكانيات والخبرات أحد أولئك الشباب يمان العنتيلي الذي يبلغ العشرين من العمر فقد أخرج هذا الشاب عدة أفلام سينمائية قصيرة بالرغم من صغر سنه وضعف إمكاناته ونجح بنقل مأساة السوريين إلى العالم بشكل مختلف عن ما تنقلته وسائل العلام كل يوم تقرير مراسلنا مصطفى جمعان تستدل من عنوين أفلامه المستوحات من قصص حقيقية أنه ثمت موهبة كبيرة عند هذا المخرج الذي لا يتجاوز عمره عشرين ربيعا يمان العنتبلي مخرج سينمائي سوري دخل عالم السينما في عمر الثانية عشر من عمره وكانت باكرة أعماله في لبنان حيث أخرج شريطا مصورا عن معاناة اللاجئين السوريين على ليش هاجروا دول الناس أوكي هنا نعرضوا حالهم للغرق بس شو شيء لي خلاهم يعرضوا حالهم للغرق شو شيء لي دفعهم أنه يخاطروا بحياتهم بهيك طريقة أيضا أنت جد فيلم دلس وفيلم إيمائي نوعا ما بيحكي عن طريقة تعامل الناس والعالم والمنظمات الدولية مع الحالة السورية بشكل عام كثير من الأعمال السينمائية التي أخرجها يمان بعد انتقاله إلى مدينة اسطنبول حازت على عدد كبير من المشاهدات والثناءات من مخرجين في عالم السينما وهذا ما وضعه أمام تحديات تزايدت مع حاجته لتطوير معداته ولأن المأساة السورية صارت مادة متكررة على وسائل التواصل فكان لابد له من نقل المأساة بطرق مغيرة تستهدف وتجتذب كثيرا من المجتمعات كانت فكرة الفيلم أنه نحكي للعالم قصة الأمة السورية نحاول أنه نحكي الملخص كل يعته للأمة السورية الفيلم تناول قضية مجزرة الروضة التي صارت بحرستها بأواخر العام الماضي أحد المصادر التوثيقية التي كانت لها مجزرة روضة الأطفال التي حصلت بحرستها أثر القصف الروسي هي صورة لحذاء معه شنتاي وصندوشي كلهم لطخين بالدام وفي الفترة العمرية التي يكون فيها المرء تلميذا يخرج يمان أفلامه القصيرة ليبثها إلى العالم بأسره ليصبح بذلك أصغر مخرج سينمائي سوري مصطفى جمع أخبار الآن تركيا لنشرتنا بقية مشاهدين ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير أحييكم من جديد في الشأن العراقي أعلنت القوات الأمنية العراقية استعادت السيطرة على 70% من الشطر الغربي لمدينة الموصل وقال ناطق باسم العمليات المشتركة يحيى رسول إن الأراضي المتبقية تحت احتلال داعش هي أحياء تحت مرمى نيران القطاعات الأمنية مؤكدا أن جانب الأيمن مطوق بشكل تام وتتم فيه عمليات استهداف مسلح تنظيم الأزقة الضيقة والاشتباكات المسلحة المحتدمة في الموصل القديمة في وقت يحاصر فيه داعش مدني هذه المنطقة ويستخدمهم دروعا بشرية كلها تحديات فرضت على مقاتلي القوات الأمنية العراقية أنواعا مختلفة من القتال خلال حرب الشوارع التي تشهدها أغلب مناطق الجانب الأيمى من مدينة الموصل مرسلنا ويسام يوسف مشاهدين اطلع على ابتكارات المقاتلين العراقيين في القتال وعد لنا التقرير التالي معركة الموصل القديمة والتي لا تزال مستمرة منذ 45 يوما وتخوض فيها القوات العراقية المشتركة حرب شوارع قد تكون الأصعب خلال عمليات تحرير هذه المدينة لأن مقاتلي داعش يستميتون في الدفاع عنها ليس لكونها تحوي جامع النوري الذي أعلن منه البغدادي خلافته المزعومة فحسب بل لأنها منطقة شعبية مزدحمة بالسكان حاليا متواجد القوات بموصل قديمة تم اقتحامها وأيام قليلة ساعات قليلة تفصلنا على جامع النوري طبيعة المناطق القديمة للموصل فرضت نوعية قتال مختلف على القوات العراقية وهذا ما جعل المقاتلين العراقيين يبتكرون طرقا وحيلا مبتكرة للتفوق على العدو هذه الستائر مثلا التي تفصل الأزقة توفر لهم حركة بعيدة عن أنظار مقاتلي داعش المتحصلين على بعد أمتار منهم حاليا نحن اقتحمنا موصل قديمة ويفصلنا عن عناصر داعش أمتار قليلة وحاليا نحن بالأزقة بالموصل القديمة هذه الأزقة وجامع النوري خلف هذه العمارة وهذه المرآة الكبيرة التي وضعت في أعلى هذا المنزل تعطي مساحة كبيرة للرؤية ومراقبة تحركات العدو في الشارع المقابل دون أن يضطر المقاتلين العراقيين إلى التعرض لنيران قناصة داعش المتحصلين بالقرب من جامع النوري الكبير والله حاليا نحن أسعدنا حاليا الأسلاحة خفيفة كلش نعم سبب يعني متوسطة السبب العوائل متواجدة هنا يعني أزقة كلش ضيقات تشوفها بينك يعني ما يجب أن نستخدم مثلا إسلاح ثقيد المقاتلون العراقيون هنا اكتسبوا خبرة كبيرة في هذه المنطقة خلال الأيام الماضية من قتالهم فيها ويحاولون مرارا إيجاد الحلول لمختلف التحديات التي تواجههم أثناء المعارك بما يساعدهم على تحريرها بأقل خسائر بشرية ممكنة تزدهر متاجر الدمى الشرق مدينة الموصل حيث يتمكن الأطفال العراقيون مرة أخرى من شراء الألعاب بعد طرد أفراد داعش من المنطقة وخلال ثلاث سنوات احتل فيها أفراد التنظيم المتشد الثاني أكبر المدن العراقية حضر أي دمى بوجوه أو أعين بما في ذلك أي مجسمات لحيوانات إذ كان يعدها شكلا من أشكال الوثنية قيل قديما عندما يبتسم المسروق فإنه يسرق شيئا من اللص ابتسامة أطفال الموصل سرقت محاولات داعش الحثيثة لقتل أحلام بريئة تلك الابتسامة التي كست محياهم عادت أخيرا إلى الواجهة فاحتضنوا ألعابهم من جديد وذلك إثرى قيام التنظيم بحضر أي دمى تحمل وجوها أو عيون بسبب معتقدات بالية لا تمت للأديان بصلة احتلال دم ثلاث سنوات حرم خلالها أطفال من أبسط حقوقهم لم يبصروا غير بنادق حديدية ولم يسمعوا سوى أزيزي رصاص عبثي لم يفرق بين كبير وصغير اليوم وبعد تحرير أحياء كثيرة من المدينة أصبح بإمكانهم شراء كل ما يرغبون فيه من دمى وألعاب وذلك بعد أن وصل عدد متاجر الألعاب في المدينة إلى 15 متجرا في الآونات الأخيرة تجار المدينة أعربوا عن بالغ ارتياحهم لتحرير المدينة وظهور بوادر انتعاش اقتصادي ليس دخيلا عليها لسيما وأن مسلحي التنظيم دأبوا إلى التضييق عليهم قدر الإمكان إبان احتلالها بفرض قائمة طويلة من الممنوعات بان أولها ولم يظهر آخرها ما أسهم في خلخلة دعائم الموصل الاقتصادية ودخولها في حالة كساد مهول حسة كل ما يعني شيء مفتوح كل ما يحب الطفل موجود بالأول كانت أكون شغلات كثيرة يعني غير مطلوبة أو كان يقلق غلة في الصورة مالتها أو الوجه أما هسا لا صار عادي الطفل من يجي يختار أي شيء لعبة لأنه هي بالأول والأخير هي لعبة سكان الموصل الذين عايشوا ذاك الاحتلال المرير يتطلعون بشوق إلى عودة المدينة إلى سابق عهدها ويأملون أيضا في إخراج أطفالهم من حالتهم النفسية السيئة متأملين أن تساعد تلك الدمى أطفالهم في المضي قدما نحو الأمام والنسيان ما لا يمكن نسيانه الأطفال أصلا مضايقين بالمدارس مضايقين بالألعاب مضايقين بكل شيء مضايقين حتى الطلعوية أهلهم مضايقين يعني حياة جحيم الحياة لا تستمر معها مدينة الموصل ثاني كبرى المدن العراقية تقترب رويدا رويدا من إنهاء فصل أسود قد يكون الأسوأ في تاريخها احتلال طال كل كبير وصغير في المدينة ذاك الاحتلال على الرغم من أنه استطاع سرقة كل شيء في المدينة سواء كان بشرا أو حجرا إلى أنه فشلا فشلا دريعا في سرقة ابتسامة الأمل في اليمن أعلنت مصادر عسكرية قتل قيادين في ميليشيا الحوثي يدعى أبو حسن السقاف وأربعة من مرافقي في كمين لقوات الشرعية على طريق الرابط بين البيضة وبحان في محافظة شبوة من جهة أخرى قتل أربعة من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بصاروخ حراري أطلقه المتمردون بموقع الدبوة في عسلان حيث اندلعت اشتباكات استمرت لساعات عدة ما يزال سكان مدينة سرط الليبية يعيشون المعاناة من مرحلة احتلال داعش وما خلفه هذا التنظيم الإرهابي من نتائج كارثية على حياتهم هذه المرة الكارثة التي يعيشها المواطن في مدينة سرط تنبع من تكدس جثث مقاتلي داعش تحت أنقاذ الأبنية بعد معارك التحرير العنيفة وهذه الجثث تسببت بالضيق والأمراض والأوضاع البيئية الصعبة للمواطنين مزيد من التفاصيل في التقرير التالي سكان مدينة سرط بعد أن ذاقوا مرارة النزوح لأشهر خارج المدينة الآن يفضلون البقاء في مساكنهم بالرغم من بعض المناطق التي باتت محظورة وغير صالحة للعيش فيها نظراً لوجود ألغام وجثث تعود لمقاتلي تنظيم داعش ما زالت تحت ركام البيوت رجوعنا كلنا شهرين شهرين إلا وتلود رجوع تشبه المباني كلها تحت جثث غير الجو يسخن شوي يعتفو عليك الريحة ونحن سكنين هنا بطفالنا ودي بنتي قاعدت ممكن شعرية ضررت في المصارين بالتيريا كلفة عليها عملية طلعت بره من سيرة طبية ما فيه سفر في الحي رقم ثلاثة والذي لا يبعد سوى بضعة أمتار عن الحي 600 وهو الحي الذي لا تزال به جثث لم يتم انتشالها من بين ركام البيوت تسببت في مشاكل صحية يعاني منها أفراد هذا الحي احتلال تنظيم داعش للمدينة ومحاربته لمدة استمرت ثمانية أشهر ما زال يعاني سكان سيرت من تبعاتها بالرغم من المحاولات التي أبداها فرع جمعية الهلال الأحمر ومنظمات إنسانية أخرى لإنهاء المعاناة التي يأمل سكان سيرت بألا تطول لأخبار الآن محمد عقوب من مدينة سيرت بعد احتدام التوتر بين البلدين خلال الأسابيع الأخيرة وعقب تنفيذ بيونج يونج تجارب صاروخية رفضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتواصل التهديدات والحرب الكلامية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية تقرير الزميلة ديمانا جم في آخر تهديد من نوع هددت صحيفة حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية بإغراق حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بطاقة نووية وقالت إن قواتها الثورية مستعدة للقتال وإغراق حاملة الطائرات بالضربة واحدة وفي السياق أصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية السابت بيانا شديد اللهجة للولايات المتحدة قالت فيه إن بيونج يونج سترد على حرب شاملة بحرب شاملة وعلى حرب نووية بضربات نووية وأضافت أنها تتابع بانتباه مناورات البحرية الأمريكية وأنها جاهزة للرد بشكل فوري على أي استفزاز وجاء التهديد الأخير لكوريا الشمالية في وقتا انضمت فيه سفينتان تابعتان للبحرية اليابانية إلى قطع البحرية الحربية الأمريكية في غرب المحيط الهادي للقيام بمناورات استراتيجية وتدريبات على مدى عدة أيام في المقابل اعتبر نائب رئيس الأمريكي أن كوريا الشمالية تشكل تهديدا للسلام والأمن في آسيا والمحيط الهادي وأضاف أن حاملة الطائرات ستصل إلى بحر اليابان خلال أيام لافتا في بيان عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الأسترالي في سدني أن كل الخيارات مطروحة على طاولة في هذا الشأن وأن بلاده مستعدة للتعاون الوثيق مع أستراليا ضد التهديدات وتحاول ممارسة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على النظام في كوريا الشمالية تأتي هذه المناورات البحرية وسط مخاوف متزايدة من أن تطلق بيونج يانج مزيدا من الصواريخ الباليستية أو تجري تجربة نووية جديدة خلال الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الكوري الشمالي يوم الثلاثاء وفي السياق ذاته وسعت كوريا الشمالية نطاق تهديداتها الأخيرة بشأن هجمات نووية لتشمل أستراليا أيضا في حال اتبعت الخطى الأمريكية على حد تعبيرها وذلك بعد تصريح لوزيرة الخارجية الأسترالية قالت فيه أن بيونج يانج ستكون هدفا لعقوبات أسترالية أخرى من جهتها أعربت الصين عن أملها في أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس مشيرة إلى أنها تعارض أي شيء يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي إلى ذلك قالت مصادر في كوريا الجنوبية أن أستاذا جامعيا أمريكيا من أصل كوريا جنوبي زار بيونج يانج فاحتجز يوم الجمعة الماضي من قبل السلطات الكورية الشمالية ولم تعرف بعد أسباب احتجازه ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأمريكيين المحتجزين لدى بيونج يانج إلى ثلاثة نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير تطبيق جديد يساعد الأباء على مراقبة هواتف الأبناء وما يرسلونه أحييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم تجمالنا القصير مشاهدين بين الصحافة العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الوسط البحرينية التي نطالع منها ساعة البلوتوث الذكية من سيتيزان كشفت شركة سيتيزان اليابانية النقاب عن ساعة ذكية تعمل بالبلوتوث تتميز بالتصميم الأنيق والكفاءة والجودة العالية وتتسم ساعة البلوتوث الجديدة التي يتم إطلاقها رسميا نهاية صيف العام الجاري بزهولة استخدامها مع ميزة إضافية هي الاتصال بالهاتف الذكي اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الحياة تطبيق لبناني يستبدل بصمة الإصبع محل كلمة السر أعلنت شركة لبنانية ناشئة عن طريقة لتعزيز الأمن الإلكتروني في المنطقة من خلال تطوير مدير لكلمة السر يسمح للمستخدمين باستبدال بصمة أحد الأصابع لتحل محل كلمة السر في هواتفهم المحمولة وأشارت الشركة إلى أن هذا الاستخدام يشعر بالإطمئنان على حفظ سرية المعلومات على هواتف المستخدمين إلى صحيفة القص العربي مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها شاشة حمراء بجالكسي اس ايت وسامسونج تعيد بإصلاحها اشتكى عدد قليل ممن حصلوا على هاتف سامسونج الأخير جالكسي اس ايت من تحول درجة اللون في شاشة الهاتف إلى الأحمر وهو ما دفع سامسونج أول الأمر للمسارعة بالقول إن من السهل إصلاح المشكلة من خلال معايرة يدوية للألوان قبل أن تقرر أنها ستطرح تحديثا يصلح المشكلة مباشرة نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفي أخبار الصحة تحديدا ترتبط جودة وسلامة اللحوم بجودة الأعلاف التي يستهلكها الحيوان وتتأثر الأعلاف الحيوانية بطرق التخسين نتعرف على تفاصيل أكثر مع الزميلة عبير عبدالله المختصة بالملاف الصحي من أخبار الآن بعد ظاهرة فساد اللحوم حذر الأطباء من الأعلاف الحيوانية التي يتناولها الحيوان مما يؤثر على جودة وصحة اللحوم حيث أن طرق التخزين ومكان التخزين ونوع وعاء التخزين وفترة التخزين كلها تؤثر وبشكل مباشر على الأعلاف الحيوانية وأشار الأطباء البيطريين إلى أن هناك بعض الاشتراطات الصحية لمخازن الأعلاف ومنها المحافظة على المخازن رطبة وبعيدة عن مصادر التلوث وكافة الآفات والحشرات والقوارض وتكون التهوية جيدة عنصر أساسيا في الحفاظ على سلامة التخزين والتخلص من الأعلاف التي ظهرت عليها علامات الفساد والتعفن وحتى تتم المحافظة على القيمة الغذائية لمواد العلف في التخزين لا بد منه أولا تخزين كل دفعة من الأعلاف بشكل منفصل ثانيا الفصل بين الأعلاف المخصصة للأنواع المختلفة من الحيوانات وضمان عدم الخلط بين الأنواع ثالثا تخزين العلف المصنع بعيدا عن العلف الخام رابعا رفع عبوات الأعلاف عن الأرض بارتفاع مناسب خامسا منع تخزين الأعلاف مع مواد أخرى غير علفية مثل المبيدات والأسمدة والمطهرات وغيرها بات بإمكان الأباء المشاشككين بشأن المحتوى الذي يرسله أولادهم عبر هواتفهم المحمولة التحقق من هذا المحتوى ومراقبته عبر تطبيق جديد وبإمكان هذا التطبيق الذي يحمل اسم غالري جارديان التعرف على الصور التي يرسلها الأبناء من هواتفهم وتحديد ما إذا كانت غير لائقة وإرسال إشعار إلى هاتف أحد الوالدين وصلت كابسولة فضاء محملة بنحو ثلاثة أطنان ونصف من المواد الغذائية والإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح وتعد سفينة الشحن سيغنوس السابعة من أصل عشر بعثات مخطط لها حتى العام المقبل بموجب عقد إعادة تزويد محطة الفضاء المدارية مع ناسا وقبل ختم النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين ضربات عنيفة على مدن وقورة ريف حمس وواشنطن تفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد القوات العراقية تعلن تحرير سبعين في المئة من غرب الموصل وقتال من نوع مختلف في أحيائها القديمة وكوريا الشمالية تهدد بضرب حاملة طائرات أمريكية والصين تدعو لضبط النفس بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع أعوذو ألتقيكم مشاهدين بعد أقل من نصف ساعة في مجلس الأنباء دائما كونوا معنا اشتركوا في القناة